السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي في مادة الرياضيات والوحدة الثالثة التكامل عايز أقول دلوقتي إحنا درسنا وحجتين مع بعض النهايات والاشتقاق الوحدة الثالثة والأخيرة لطلاب الصف الثالث هي عبارة عن التكامل طيب إحنا هندرس إيه في التكامل التكامل عندي هنعرف يعني إيه تكامل وفي عندي نظريات وقواعد التكامل زي ما كان عندي قواعد الاشتقاق هيبقى في عندي قواعد للتكامل اللي أنا هبدأ أحل بها وإحنا بنسميها نظريات وهيكون عندي ثلاث نظريات مهمة جدا في التكامل طيب زي ما درسنا في الاشتقاق تطبيقات على المشتقة الأولى أيضا هندرس تطبيقات على التكامل وزي ما كنا عارفين أن التطبيقات تنقسم إلى تطبيقات هندسية وتطبيقات فيزيائية أيضا في التكامل تطبيقات هندسية وتطبيقات فيزيائية طيب بعد ما نخلص الجزء الأول هنروح للتكامل المحدد يبقى إذن النوع الأولان التكامل العادي احنا بقول تكامل فقط اللي هو التكامل غير المحدد طيب التكامل المحدد وأحيانا يسمى التكامل المحدود اللي هو يكون له بداية ونهاية طبعا بعد التكامل المحدد هندرس تطبيقات على التكامل المحدد وهنا برضو هيبقى حاجتين المساحات والحبوب فهيا بنا نبدأ على بركة الله هنبدأ التكامل هنعرف يعني إيه تكامل وجهه إزاي إيه هي العلامة بتاع التكامل إيه القواعد والنظريات التكامل تعال نشوف مع بعض كنا بنقول زمان في الاشتقاق لو عندي صاد بالساوي سين تكعيب صاد بالساوي سين تكعيب وأنا كنت عايز أجيب المشتقة الأولى فبقول له صاد شرطة كنا بنعمل إيه بننزل القس وننقص منه واحد يبقى ثلاثة سين تربيع تمام طب دي المشتقة كلنا عارفنا طب إيه هو التكامل قال لي التكامل هو العملية العكسية للاشتقاق يعني هاشتق أرجعه واعكسه يطلع عندي تكامل طيب فين رمز التكامل قال لي رمز التكامل العلامة دي القص المتني ده طيب أنا بكتب الدل اللي عندي ثلاثة سين تربية بالنسبة لسين يبقى ده السين دي بالنسبة لسين كنت ممكن أقول صاد تربية ده الصاد يبقى صاد تربية بالنسبة لصاد عين تربية ده العين نون تربية أو نون تكعيب أو نون أين كانت بالنسبة alnone يبقى أنا بقول ده بالنسبة إلى الرمز أو المتغير اللي عندي طب واحد يقول لي انت لما تيجي تشتق الثلاث السين تكعيب لو هنا جنبها عدد خمسة مثلا كانت مشتقطة بكام؟ بصفر طيب الخمسة دي كانت تسعة مشتقطة بصفر العدد ده كان سالب ثلاث برضو مشتقطه بصفر طب انا يعني معناها هيطلع مجموعة من الاعداد عندي لما اكامل الكلام ده هيرجع لي سين تكعيب تاني طيب المفروض اعرف العدد ده ازاي قال لك هنحط حاجة اسمها ثابت التكامل طيب انت بتعمل ايه بقى في التكامل قال لك مش انت الاشتقاق نزلت القس ونقصت منه واحد قال لك في التكامل زود على القس واحد وقصم عليه يبقى تنزل التلاتة دي وتيجي مزود على الاتنين واحد بقى التلاتة وتقسم على القس الجديد هتلاقي التلاتة رحت مع التلاتة يبقى رجعت لك سين تكعيب زائد ايه سابت تعال بقى نشوف احنا بنقول لك ان التكامل هو العملية العكسية للاشتقاق او التفاضل اللي عندك يعني لو عندي مش طاقة فعملية التكامل هي ايجاد الدلة الاصلية ارجعها الاصلة طيب الرمز ده قلنا عليه رمز التكامل دي الدلة المسألة نفسها دل سين يعني بالنسبة لسين طيب لو انا قلتلك ان الدلة تأسين هي تكامل دل سين بالنسبة لسين طيب لما تيجي تشتق ده تأسين ترجع لك الدلة كما هي يبقى لو اشتقت الكلام اللي جوه ده هيحصل ايه هيطلع لك الدلة ايه الاصلية اللي عندي طيب اول حاجة عندي في التكامل تكامل عدد بالنسبة لسين قال لك احنا هنضيف سين معاها يبقى الف سين زائد ثابت طيب واحد يقول لي انا محتاج ان انا اخدت هنا ايه تمارين عندي يعني اقول له تكامل تلاتة بالنسبة لسين اقول له حط مع التلاتة سين زائد ثابت طيب افرض العدد ده سالب سالب خمسة بالنسبة لسين يبقى سالب خمسة تنزل وحط معاها سين زائد ثابت طيب بفرض ان ده جزر اتنين مثلا بالنسبة لسين طالما هو عدد ينزل العدد وحط معاها السين زائد ثابت جميل اوي طيب اول حالة عندي اللي احنا هنسميها النظرية الاولى اللي هي تكامل سين والسنون بالنسبة لسين هنزل السين نضيف على marca 1 ونقسم على格س الجديد يبقى انا عندي سين والسنون زائد 1 على نون زائد 1 زائد ثابت يبقى انا بقول لك نزود Grove والا t1 ونقسم على الاس الجديد اللي هيطلع طيب دي الحالة الاولى طيب الحالة التانية وهناخد تفصيلا في الحل بعد كده لكل حال الحالة التانية لما يجيلي قوس السنون بس القوس ده خلي بالك ان هو من الدرجة الاولى قالك بتعمل ايه ينزل القوس زود على القوس واحد وقسم على القوس الجديد بس ما تنساش انها تقسم على معامل السين انا عندي هنا معامل السين كام الف يبقى نزل الالف طيب انا بقولك ايه بقى بقولك نقسم على القس الجديد وعلى معامل السين ايضا خلي بالك ما بداخل القوس لازم يكون من الدرجة الاول لو من الدرجة التانية فيما فوق ما ينفعش لا ده يبقى حاجة جديدة خالص ايه هي بقى الحالة التالتة النظرية تلاتة ده اللق السنون في مشتقتها بالنسبة لسين فانا بحز في المشتقة بقوله المشتقة تذهب للجحيم انزل الدالة ازود على القس واحد وقسم على القس الجديد فانا بقولك هنا ايه المعلومة دي اذا كان القوس ليس من الدرجة الاولى يجب ان يكون خارجه هو مشتقت ما بداخل القوس جميل انا عندي تلات نظريات دلوقتي اللي هبدأ على ضقها امسك تمرين تمرين وكل حالة من الحالات اللي عندي بيقولي هنا ايه اوج التكامل ما يلي جزء اه تكامل سين تكعيب بالنسبة لسين هكتبها هنا هون هقوله سين تكعيب بالنسبة لسين تعالى نشوف بقى انت قلت بتنزل القس بتزود عليه واحد يعني التلاتة دي هتبقى اربعة وهتقسم على القس الجديد اللي هو كام اربعة زائد ثابت التكامل طب لو جايبوه لك دل سين بس اه كأن هنا كام زي المسألة دي ودي كأن هنا واحد طب ما انا بكتبش الواحد اكتب سين بس زائد مين ثابت التكامل طيب لو جايب جزء سين بقى بالنسبة لسين اه تعالى نشوف بقى الجزء ده يعني ايه حدوطة بسيطة كده هحوله القس الاول يعني هخليه السين قس كام ده الجزء التربيعي معامل الجزء او دليل الجزء هنا ما بكتبوش ما بكتبش في التربيعي بس كأن هنا واحد وهنا اتنين يبقى هقول سين قس نص طب بقت مسألة عادية طب بتكملها ازاي هتنزل القس بتاعك ده الجديد بقى هتزود عليه واحد يبقى نص زائد واحد واحد ونص اللي هو تلاتة على اتنين وهتقسم على القس الجديد تلاتة على اتنين زائد ثابت طب واحد يقول لي يا استاذ مقام المقام يطلع بسط فوق يبقى اتنين سين قس تلاتة على اتنين على تلاتة زائد مين ثابت طيب افرد جالي تكامل بالشكل ده انا عندي واحد على الجزر التكعيبي لسين قس خمس لسين قس كام خمس بسيطة خالص لازم احول دي يبقى اقول له هنا سين قس كام بقى خلي بالك القس على دليل الجزر يعني خمسة على تلاتة جميل بالنسبة لسين طب هي فين هي في المقام لازم تطلع فوق طب لما تطلع في البسط بعمل فيها ايه لابد ان انا اغير الاشارة القس يعني هتبقى ازاي هتبقى سالب يعني سين قس سالب خمسة على تلاتة سين قس كام سالب خمسة على تلاتة بالنسبة لسين طيب انت محتاج تكامل هتكامل ازاي قال لك هزود على القس واحد طب لما تزود على سالب خمسة على تلاتة واحد بالموجب يعني سالب خمسة على تلاتة زائد واحد الواحد ده كأنه 3 على 3 يعني كأنك بتطرح هتطلع سالب 2 على 3 يبقى قوله هنا سالب 2 على 3 وقسم على الأس الجديد زائد ثابت طب ما انت عارف ان مقام المقام يطلع بسط يعني هطلع الثلاثة فوق سين أس سالب 2 على 3 على 2 زائد مين ثابت التكامل جميل خالص طيب احيانا يجي لي مسألة برضو في الجزور اقول له سين جزر سين بالنسبة لسين جميل طب انت عندك هنا جزر وانا لسه اقيل لك الطريقة انت هتخليه السين قس كام قس نص طب انت بتجمع الأسس في حالة الضرب طب لما تجمع واحد زائد نص كام يطلع واحد ونص يعني 3 على 2 انت لسه ما كاملتش هتبدأ تكامل ترفع علامة التكامل وده السين وتكتب سين تزود على القس واحد طب بتزود على القس واحد تعرفها ازاي قال لك اجمع المقام على البسط على المقام يعني 5 على 2 على طول لان الواحد الصحيح بـ 2 على 2 على 5 على 2 زائد مين ثابت طب طلع لي بقى الاتنين فوق يبقى 2 سين قس خمسة على 2 على 5 زائد مين ثابت التكامل طيب هيجي لي مسألة برضو على الكلام ده ممكن تبقى اكتر من حد سين قس خمسة زائد اتنين على سين قس ثلاثة نقص الجزر التكعيب السين تربيع ده كله بالنسبة لسين خلي بالك الاولانية زي ما هي ما فهيش مشاكل التانية بقى والتالتة اللي محتاجة مني تعديل يعني ايه تعديل يعني هقوله الاتنين تنزل سين قس ثلاثة تطلع فوق وغير القس بتاع السالب القس بتاع ايه يبقى عندي بدل ما هو وجوه يبقى يبقى سالب نقص هنا عندي الجزر احوله لقس طب بنعرفه ازاي دليل الجزر دايما في المقام والقس بتاعي في البسط بالنسبة لسين بقت مسألة عادية خالص ابدأت عامل معها حد حد يعني الحد الاول هيبقى سين ازود على القس وقسم عليه هزود كام واحد يبقى ست وقسم على ست زائد هزود على القس دا واحد بس خلي بالك دا بالسالب يعني لما ازود عليه هيبقى ايه يبقى سالب اتنين يبقى سالب تلاتة لما ازود عليه واحد خسارة تلاتة ومكسب واحد يعني خسارة اتنين خلي بالك هو هتقول لي سالب اربعة لأ يبقى سالب اتنين على نفس القس الجديد ناقص نفس الكلام هنا يا شباب اتنين على تلاتة هزود عليها واحد انا قلت لقاعدة بقى نزل مقامك واجمع البسط على المقام يبقى خمسة وهنا خمسة على تلاتة زائد مين ثابت التكامل تعال بقى نشوف عندك اختصارات اه تعال بقى بسط واختصر يبقى الاولانية تنزل زي ما هي ستس سين قس ستة وممكن تقول له ايه سين قس ستة على ستة عادة طيب اللي اتنين مع اللي اتنين موجب على سالب يبقى سالب سين قس سالب اتنين وهنا ناقص التلاتة تطلع فوق في البسط سين قس خمسة على تلاتة على خمسة زائد مين ثابت التكامل جميل اوي احنا كده ايه حلينا اللي هو المباشر اللي عندي اللي ايه تعال بقى نشوف لو احنا عندنا الحالة الاولى هفكرك بقى الحالة الاولى ايه اللي هي المباشر بس انا جبت ايه مرة لما يكون فيه عندي جزر احول قول قس خلاص وخلي بالك الجذور لابد اننا احولها القس عشان يسهل التعامل معاها يبقى اول ما اجيلك جزر لازم تحول قول قس طيب عرفتي بعد كده لما يكون عندي حاجة في المقام انا برفعها فين في البسط برفعها فين في البسط طبعا في الحالة دي ايه هنشوف مع بعض تمارين برضو هنا ايه تمارين وزارية وهبدأ بالتمرين اللي جه في 22 العام الماضي تعالي نشوف هقول له تكامل 27 سين تربية زائد 14 سين زائد واحد بالنسبة لسين ده جه العام الماضي اللي هو كان 22 22 طب بيقول لي ايه با نمسك حد حد تعالي نشوف مع بعض 27 سين تربية يبقى 27 سين احنا اتفقنا مع بعض على ايه هزود على القس واحد وقسم على القس الجديد يبقى اقول له هنا 3 وهنا 3 تمام يبقى هقول تاني خليك معايا مركز هزود على القس واحد وقسم على القس ايه الجديد زائد 14 سين تبدي قسها كام قسها واحد يبقى خليه اتنين وقسم على اتنين زائد الواحد ده عدد يعني معناه سين زائد ثابت التكامل زائد ايه ثابت التكامل طب تعالى انبسط بقى يبقى على التلاتة فالوح يبقى فيها تسعة سين تكايم على 14 واثنين يبقى سبعة سين تربية زائد سين زائد ايه ثابت كان عليها خمس درجات المسألة دي يبقى انا عندي هنا حلت ايه مسألة وزارية جاتلي طيب واحد يقول لي ممكن يجيلي مسألة مباشرة يعني حدين اتنين بس اقول له برضو مسألة وزارية هي تلاتة سين ناقص واحد في ده السين هقول له تلاتة سين ها زود على القس واحد وقسم عليه ناقص سين زائد ثابت طب هل هل ابصت التلاتة مع الاتنين لا ملاش تبسيط يبقى اقول له شكرا على كده ايه المسألة احيانا برضو مسألة وزارية جاب لي قوصين مضربين في بعض بس خلي بالك دول من الدرجة الاولى سين زائد اتنين وسين ناقص اتنين من الدرجة الاولى وكمان ده تحليل فرق من المربعين لما ااجي اضربهم في بعض يطلع لسين تربيع ناقص اربعة واحد يقول لي تاب لو ما عرفتش اقول له اضرب سين في القس كله واضرب اللي اتنين في القس كله سين في سين بسين تربيع وسين في سالب اتنين بسالب اتنين سين واتنين في سين بموجة باتنين سين يروحوا مع بعض واتنين في سالب اتنين بسالب اربعة لو انت عارف ان ده تحليل فرق من مربعين اكتبه على طول طب ايه اللي بعد كده اقول له اتعامل عادي السين دي يبقى سين تكعيب على 3 ناقص 4 سين زائد مين الثابت احيانا برضو جات لي في مسألة وزارية بس كانوا 3 اقواص مع بعض سين ناقص 2 سين زائد 2 سين زائد 1 الله طب بيقول لي ايه با بيقول لي طب انا هعرف اضربهم التلاتة مع بعض اقول له اضرب اتنين مع بعض احنستضربينه ما هون تضرب الاتنين دول الاول هيبقى سين تربيع ناقص 4 في سين زائد 1 اضرب بقى سين تربيع في سين بسين تكعيب سين تربيع في 1 بسين تربيع سالب 4 في سين بسالب 4 سين سالب 4 في 1 بسالب 4 بالنسبة لسين الله بقت مسألة عادية خالص ابدأ اتعامل معاها بالرغم ان هي كانت جاية كام 3 اقواص مضروبة ببعض طيب بتعمل ايه قالك بتزيد على القس واحد وتقسم على القس الجديد يبقى سين قس اربعة على اربعة زائد سين قس تلاتة على تلاتة ليه كادي اتنين ناقص اربعة سين قس اتنين على اتنين ناقص اربعة سين زائد مين ثابت هل عندك اختصارات اه في دي بس على اتنين فهل واحد على اتنين فهل اتنين والمسألة كده ايه خلصت طب جميل خالص كده عندي الحالة الاولى طب تعالوا بقى نشوف مسائل الحالة التانية دي هيكون عبارة عن ايه وايه هي الحالة التانية افكرك الحالة التانية تكامل قوس قس نون بالنسبة لسين بتعمل ايه قالك انك انت بتنزل القوس بتزود على القس واحد وتقسم على القس الجديد وهنا فيه معامل سين معامل سين هنا اللي هو مين الالف دي القعدة اللي عندي او النظرية اللي عندي نظرية اتنين اللي احنا مسمينا الحالة رقم اتنين تعالوا نشوف اه ناخد عليها مسائل برضو و مسائل وزرية تكامل تلاتة سين ناقص اتنين قس خمسة تعالوا نشوف انت قلت ايه يا استاذ قوس من الدرجة الاولى ما جنبوش حاجة مرفوع القس هي بقول له يساوي القس ينزل زي ما هو قوة اتغير فيه القس بتاعك زود عليه واحد وقسم عليه طيب ايه اللي كمان بتقسم عليه بتقسم على معامل سين معامل سين كام تلات زائد مين زائد ثابت التكامل ده مسألة سهلة طيب يدينا كمان مسألة تاني اهو خمسة سين ناقص ستة قس سبعة انا شايف طلبة ده وقت هيحلوها من نفسهم طيب هنعمل ايه ها هقول له انزل القوس زي ما هو ما غيرش حاجة جوه القوس ازود على القس ده كام واحد يبقى كام ده يبقى تمانية وقسم على التمانية اللي عندي وقسم كمان على معامل سين اللي هو كام الخمس زائد مين ثابت التكامل طيب احيانا يجيبوه لي قوس كده بقى اتنين سين ناقص خمسة غير القوس الاولين اللي هو من حد واحد طيب ما انا عارف الطريقة انت يا استاذ هتحول الجزر الى قس نص طيب المسألة هي بقت نفس المسألة الاولى والتانية هتعامل معها ازاي هنزل القوس وزود على القس واحد انا عرفتك طريقة دلوقت ازاي تزود الواحد الصحيح هتعمل ايه اجمع البسط على المقام على نفس المقام يعني ثلاثة على اثنين طيب وقسم على المقام يا است على القس الجديد يبقى ثلاثة على اثنين ضرب وهنا هتقسم على معامل السين طيب معامل السين كام اثنين زائد ثابت طيب عندك اختصارات اه الاتنين دي والاتنين دي تروح مع بعض يبقى انا عندي تلت اطلعه برة وممكن تخليه على تلاتة عادي اثنين سين نقص خمسة قس تلاتة على اثنين زائد مين زائد ثابت التكامل جميل خالص طيب احيانا يجيب لي مسألة برضو فيها جزر بس بالطريقة دي تكامل جزر اثنين سين الاول نقص واحد في جزر اثنين سين نقص واحد بالنسبة لسين اشوف الاول ده من الدرجة الاولى هل اللي برة مش طاقة التانية لا ده نلقتهم متشابهين يا استاذ دي بقى انت هتعمل كتا هتقول لي يا استاذ الجزر بحوله الى قس وقس كامل جزر التبيعي قس نص على ما مسجلة يبقى اثنين سين نقص واحد اثنين سين نقص واحد انا لقيت ان القوسين زي بعض تم انا هضربهم القوس ده قسه كام واحد يبقى لما تجمع الاسس يطلع ثلاثة على اثنين طب القوس عندي اثنين سين نقص واحد انا لسه ما كاملتش ادي مسألة التكامل طب هتعمل فيها ايه قالك هتزيد على الاس واحد ده ما بتغيرش طب لما بزيد واحد انا علمتك طريق المقام زي ما هو واجمع البسط على المقام وقسم على الاسس الجديد ايه كمان وقسم على معامل السين زائد مين ثابت طب هل في اختصارات عندك اه دي معدي ممكن تقوله بقى خلي بقى المقام خمسة في المسألة اللي فاتف عملت لك خمس بره او تلت بره لا انا خليها خمسة زي كده وهنا تنين سين نقص واحد قس خمسة على تنين زائد مين زائد ثابت التكامل طيب تعالوا نشوف افكار تانية في المسائل زي كده يجي لك قوس والقس وقس زي كده بس يجيب لك عدد هنا العدد ده هو اختصار لما زود على القس واختصار المعامل يعني انا ممكن اختصرهم مع بعض تعالى نبدأ برضو بالتمرين اللي جه العام الماضي عشرين اتنين وعشرين بيقول لي ايه تكامل ستة وخمسين افتح قوس تمانية سين نقص ثلاثة قس ستة بالنسبة لسين حلو قوي انت الستة وخمسين دي عدد ثابت يطلع بره اهو مليش علاقة بي وجه القز بتاعي هزود على القس واحد وقسم عليه في اقسم على مين على معامل السين كام تمانية زائد ثابت طب واحد يقول لي انت هنا سايبه فاضي اقولك لا هو ما يتغيرش هنزل القز يا ما هو انا اصطت انه خلي بالك يبقى هنا تمانية سين نقص كام ثلاث تعالى شوف كده سبعة في تمانية بكام واحد لو مش عارف هيجيب على الآلة طبعا سبعة في تمانية بستة وخمسين اللي هو عطالي هنا يبقى انا اشطب دي مع الاتنين دول يبقى اصبحت المسألة تمانية سين ناقص ثلاثة قص سبعة زائد مين زائد ثابت طيب تعالى برضو ناخد مسألة نفس الفكرة بتاعتها برضو مسألة وزارية اتنين واربعين في تلاتة سين ناقص حداشر قص ستة بالنسبة لسين واحد يقول لي معامل سين كام تلاتة طب القص الجديد لما زود عليه واحد هيبقى سبعة تلاتة في سبعة بكام بواحد وعشرين طب دي اتنين واربعين قال لك منا ممكن ابسطها ويبقى بقى اتنين هقول له يساوي اتنين واربعين القص قص سبعة وهنا سبعة وهنا معامل دي كام التلات زائد مين ثابت طب القص يتغير ابدا تلاتة سين ناقص كام ناقص ايه حداشر اوعى تغير القص ابدا ينزل كما هو طيب تلاتة في سبعة بكام واحد وعشرين تمال اتنين واربعين واحد وعشرين في اتنين يبقى انا بسط ده كله يبقى معانا اتنين تنزل الاتنين والقص بتاعي تلاتة سين ناقص 11 قص سبعة زائد مين زائد ثابت طب هل في افكار تانية استاذ اه في فكرة ايه تعالى نشوفها كده سين قص خمسة افتح قوس اتنين زائد واحد على سين قص خمسة برضو تعالى نكتبها ونشوف الفكرة بتاعتها ايه يبقى انا عندي سين قص خمسة برا القوس اتنين زائد واحد على سين الكل قص خمسة قال لك عملية سهلة جدا اسأل نفسك سؤال الاول هل اللي جوه القوس اشتق ويطلع برا ابدا طيب يبقى مفيش عندي غير اننا اضرب السين قص خمسة في القوس لاننا ما عنديش حاصل ضب في التكامل ما عنديش قاعدة طب هتعمل ايه قال لك تعالى شوف كده اضرب سين قص خمسة جوه القوس ده مرفوع قص خمسة يعني كأنه لما تخش جوه تبقى سين بس يبقى انا عندي هنا اتنين سين زائد سين قص خمسة لما تدخل جوه القوس وهنا مرفوع قص خمسة كأنها سين طب سين في واحد على سين يبقى بواحد الكل قص خمسة ده السين ايه ده ده بقت سهلة جدا يعني انا حولتها الان زي القص الاولاني والطريقة الاولانية اللي انا شغال بيها طب هتعمل ايه قال لك هتعمل تنزل القص زي ما هو اتفقنا هتزود على القس واحد اتفقنا وهنقسم عليه هنا زي هنا ضرب هنقسم كمان اضافة الى معامل سين معامل سين كام اللي هو اللي اتنين طيب هل هناك عدد يتبسط اقول له لا يبقى دي واحد على اتناشر وافتح قوس اتنين سين زائد واحد قص ستة زائد مين ثابت التكاول تمام احنا كده شغالين على الحالة التانية الحالة التانية بتقول لي ايه بتقول لي ان لما يكون عندي خليك معاي لما يكون عندي قوس مرفوع قس نون وبس شرط من الدرجة الاولى بتعمل ايه بتقسم بتزود على القس واحد وتقسم عليه وكمان بتقسم على معامل ايه القس الجديد على معامل سين طيب يبقى انا عندي بقسم مرتين بتقسم مرتين ازاي بتقسم مرتين مرة تزود على القس وتقسم عليه الوس الجديد طب بتزود كام واحد وكمان بقسم على معامل سين على معامل ايه سين طب خدنا افكار دلوقتي مع بعض ان احنا شغالين شغالين مع بعض في التمرين شفنا الافكار بتاعتنا وقدرنا ايه نحل عليها طيب بقيتنا كنظرية كمان ودي مهمة جدا لابد ان يأتي فيها منها من الاختبار اللي هي بقى ايه دلق السنون في مشتقطها يبقى لابد طب الدلة دي لابد ان هي يكون درجة اكبر من الدرجة الاولى يعني سين تربيع سين تكعيف فيما فوق وجنبيها مشتقطة احيانا قد نحتاج ان احنا نضرب في عدد ونقسم عليه عشان نقدر نعمل ايه عشان نقدر نجيب المشتقة تماما تعالوا نشوف الحالة التالتة ونحل عليها تمارين في ايه الموضوع ده بيقول لي ايه بقى بيقول لي تكامل اتنين سين في سين تربيع زائد تلاتة قصة اربعة بالنسبة لسين بالنسبة لايه السين طيب تعال اتأكد بس من كام حاجة كده مع بعض هل ده دالة من الدرجة الاولى لا يبقى ده من الدرجة التانية فيما فوق يبقى اكيد دي دالة وانا عايز المشتقة عايز مين الوشتقة طيب شوف المشتقة موجودة او لا مشتقة السين تربيع كاب افكرك بتنزل القس وتنقص منه واحد اتنين سين الله يبقى الدالة في المشتقة طيب انت بتعمل ايه في الحالة دي قالك بنصف بالمشتقة تذهب للجعيم والدالة ازود على القس واحد وقسم عليه زائد ثابت خلي بالك خلي بالك الدالة ما تتغيرش تاني تاني كده انت اصبحت عندك دالة في مشتقة اتأكد ان المشتقة تامة وكاملة وما فيهاش اي تعديل يعني مش ها يعني ممكن اجيب لك المسألة دي كده سين وهنا سين تربيع زائد ثلاثة اصر اربعة بالنسبة لسين نفس المسألة بالزبط وقل له هنا دي الدالة وانا ابحث عن المشتقة طيب المشتقة بتاع سين تربيع كام كاتت اتنين حط لتنين طيب ما ماينفعش قالك قسم عليها برا قسم عليها ايه برا خلي بالك يبقى انت احيانا هتتدخل في الحل عشان تعمل ايه عشان تخليه زي المشتقة بالزبط يبقى انت ضربت في اتنين وزي ما ضربت تقسم طيب لو قسمت اضرب برا يبقى اللي اتنين عكس بعض ضربه واسمه اصبح المشتقة خلاص تمشي تتحزف يبقى انا عندي النص ده ينزل والدالة ازيد على القس واحد وقسم على القس الجديد زائد مين زائد ثابت طيب الدالة بتتغير ابدا طيب يا استاذ انا عندي هنا اطلعلي اتنين وخمسة ياسيدي ابدا اضربهم فبعض يبقى واحد على عشر والدالة ايه قس خمسة زائد مين ثابت اللي هي سين تربيع زائد كام زائد ثلاثة جميل اوي تعالى نشوف طب مرة يجيب للمشتقة علي مين ومرة يجيبها لي على الشمال عشان يغلطني ابدا انا برضو عارف اللعب كل اهو تعالى ناخد واحدة ايه سين تربيع ناقص سين زائد ثمانية قس ستة في اتنين سين ناقص واحد بالنسبة لسين اكيد اكيد كلنا عارفين ان دي الدالة مش محتاجة كلام واحد يقول اللي هي القوس الكبير او القوس اللي فيه سين تربيع فيما فوق وهي اللي عليها قس من الاخر طيب هل دي المشتقة اتأكد سين تربيع مشتقتها اتنين سين صح سالب سين مشتقتها واحد صح التمانية بصفر خلا يبقى دي المشتقة فعلا طيب طبق القعدة يبقى المشتقة بقى تتحزف كده هوا وقوله الدالة دي تنزل زي ما هي ازود على القس ده واحد وقسم عليه زائد ثابت خلي بالك هنا ما بنقسمش على معامل السين خالص اوعى دي النظرية التانية فانت هنا بتكتب الدالة زي ما هي والمسألة خلصت يبقى احيانا يجيب للمشتقة في الاول واحيانا يجيب للمشتقة فين في التاني يبقى انا في الحالة دي برضو ما يحصلش عندي لغط او يحصل عندي ارتباك او اي حاجة يبقى انا عارف اللي عليها القس هي مين هي الدالة خلاص افرض هي الجزر يبقى هي ايه الدالة طيب ناخد مسألة تاني ودي بسيطة خالص هي ستة صات وهنا صات تربيع زائد واحد تربيع بالنسبة لصات خلي بالك بقى انا هنا جبتلك كله بالنسبة لمن بالنسبة لصات طيب دي اكيد الدالة صح ليه عليها قس طب مشتقة دي كام صات تربيع يعني اتنين صات طب اللي عندي هنا ستة اقول لك بسيطة ماشي الستة دي تلاتة في اتنين احتمي احتاج اللي اتنين طلع التلاتة برة هنا انت ما ضربتش ولا قسمت لا دا انت استخدمت اللي عندك بقى التلاتة تكامل اتنين صات وهنا صات تربيع زائد واحد كل تربيع بالنسبة لصات شاف المسألة بقت ايه اه ادي اصبحت الدالة ودي المشتقة والتلاتة دي عندنا من الاول ما فيهش مشكلة خالص تنزل تلاتة الدالة تنزل ازود على القس واحد بقى كام تلاتة على مين تلاتة زائد مين سابت هل هنا بيتغير لا يبقى سطر بيعز ادواء هنا بقى تلاحظ ايه تلاحظ ان التلاتة دي هتروح مع التلاتة دي اقول له شكرا يبقى انت ايه بسط من عندك اهو يبقى المسألة سطر بيع زائد واحد قس تلاتة زائد مين زائد ثابت جميل تعال ان شوف برضو فكرة تانية من افكار المسائل اللي كانت بيجيلي في الوزارة سين جزر سين تربيع زائد اربعة بالنسبة لسين طيب انت بتعمل ايه قال لك الجزر خلاص بحنا اتفقنا مع بعض اتفاق رجالة هو ان انت بتخليه قس ايه نص يبقى اصبح عندي في الحالة بتاعتي ده ده الدلة بتاعتي حلو انت محتاج ايه بعد كده يا بطل محتاج انك انت تعمل ايه تجيب المشتاق تجيب المشتاق طيب لما تجيب المشتاقة بتاع السين تربيع ما تجيبها لي برا كده ادي السين تربيع مشتاقتها تبقى اتنين سين طيب انا ما عنديش هلا سين قلت لك بسيطة خالص ولا تزعل انت بتحط الاتنين الجديدة اللي عندك وتقسم عليها برا في مشكلة لا يبقى انت عملت ايه ضربت في اتنين وقسمت على اتنين اصبحت دي المشتاقة طيب والمشتاقة فين تذهب للجحيم خلاص تطلع برا بحز بتروح ليس لها وجود عندي طيب اقوله بقى النص ينزل القوس ازود عليه واحد طب احنا متفقين نص زائد واحد انا قلت لك بكل بساطة نزل المقام كما هو واجمع البسط على المقام لو معرفتش يبقى لما تضيف واحد قلت لك من غير آلة تعمل ايه تنزل المقام كما هو وتجمع البسط على ايه على المقام طيب يعني تكام تلاتة على اتنين وهتقسم هنا تلاتة على اتنين زائد مين زائد ثابت طب مقام المقام يطلع فين بسط هيروح مع الاتنين دي او النص ده لو نزل تحت ماشي هيبقى ازاي الاتنين اللي تحت دي هنا هتروح مع الاتنين اللي تحت برده يعني في كلتا الحالتين طلعتولو الاتنين فوق هتبقى اتنين على اتنين فها واحد او لو نزلت الاتنين هنا تبقى اتنين في تلاتة بستة على اتنين ترجع لك تلاتة زماية يعني في كل المقاييس اللي اتنين هتروح مع الاتنين اصبحت المسألة بقى القصة هون سين تربيع زائد اربعة قص تلاتة على اتنين المقام اللي عندك كام تلاتة زائد مين زائد فابت التكامل طيب واحد يقول لي انا محتاج برضو مسألة تاني بفكرة تانية والفكرة دي مرت علينا قبل كده نشوف واحد على سين تربيع في خمسة زائد تلاتة على سين قصة اربعة ده السين انا عايز بس اقول لك ايه الفرق بينها وبين المسألة اللي احنا دخلنا فيها ايه المالسين دي حطون جانب بعض كده ماشي خلي بالك عشان ما تغلطش انا بكرر لك لان دي حالة ودي حالة يعني دي نظرية ودي نظرية في الاولى دية كان نفس القس اللي هنا هو نفس القس اللي هنا تمام عشان كده احنا ضربنا بكل اريحية وكان معانا الحق ان احنا نضرب وبقى اصبح لي من ايه من قص من الدرجة الاولى ومرفوع لقس خمس دي الحالة دي اما هنا ما ينفعش لما تضرب واحد اول حاجة هنا سين قس اتنين وهنا سين قس اربعة يبقى خلاص ما ينفعش يدخلوا مع بعض تمام كده يبقى ما لها نعمل ايه اقول له تبحث عن ان دي الدالة والمفروض دي المشتقة خلي بالك خلي بالك انا حطط لك المسألتين جنب بعض عشان ما يحصلش عندك لابس وانت بتحل دي الدالة ودي المشتقة جميل طب ما تيجي تشتق الكلام ده هتطلع كده بره المشتقة مشتقة الخمسة بصفر طب مشتقة تلاتة على سين اه انت عندك قعدة ممكن تقول لي ايه لو معرفتش يا استاذ القعدة خليها لي خليها لي ايه قسمة طب القسمة كنت بتعمل ايه بتربع المقام المقام في مشتقة البسط اللي هو تلاتة بصفر نقص البسط في مشتقة المقام اللي هو واحد يعني سالب تلاتة على سين تربيع ايه ده يعني انت عملتها يا استاذ ده خارج قسمة اه طب خارج القسمة المشتقة بتاعته ازاي المقام تربيع المقام في مشتقة البسط نقص البسط في مشتقة ايه المقام يعني طلع لسالب تلاتة على سين تربيع جميل ارجع لمسألتك بقى مسألتك واحد على سين تربيع يعني نقصة كام انت محتاج هنا سالب تلاتة طب ما انت ضربت يبقى لازم تأسم على سالب تلاتة واحدة بسط واحدة مقام زي ما نضرب زي ما نقسم زي ما نقسم زي ما نضرب طيب نزل المسألة بقى عندي قصة اربعة طيب دي اصبحت ايه دلة ودي المشتقة المشتقة بنحزفها يبقى ينزل سالب تلتة ينزل الدلة بتعمل فيها ايه قلتلك بقى القاعدة بتزود على القصة واحد وتقسم على القصة الجديد زائد مين زائد ثابت طب هنا كان بقى خمسة زائد ثلاثة على سين طب هل تقدر انك انت بقى تضرب دول مع بعض اقول له اه يبقى سالب واحد على خمستاشر وهنا قصة خمسة زائد مين زائد ثابت طب المسألة بتاعتي خمسة زائد ثلاثة على كام على سين جميل احنا عندنا كده افكار كتيرة جدا في المسائل المسائل دي في دلة في مشتقتها خلي بالك احيانا خلي بالك معاي يبقى انا عندي كده خدنا دلوقتي تلات نظريات بيسميهم تلات حالات تلات قواعد هشتغل عليهم التكامل اول حاجة القاعدة الاساسية بتاعتي سين قص سنون بتعمل ايه بتزود على القص واحد وتقسم على القص الجديد طب الحالة التانية اللي هي قص بس خلي بالك من الدرجة الاولى يعني اللي جوه سين بس مرفوع لقص طب بتعمل ايه بتكمله بتزود على القص واحد بتقسم على القص الجديد وبتقسم على معامل السينك ايضا طب الحالة التالتة الحالة التالتة لما يكون عندي دالة والسنون ضرب مشتقة ما بداخل القص يعني مشتقة الدالة يعني جوه القص طب بتعمل ايه المشتقة بتتحزف والدالة تزود على القص واحد وتقسم عليه يبقى هنا عن طب احيانا ما يجينيش المشتقة صريحة مباشرة طب احيانا اعمل ايه اقول له اتدخل انا بقى يا اما اضرب في عدد وقسم عليه او اقسم على عدد واضرب فيه برة عشان اخليه زي المشتقة او احيانا عدد وايه واحلل فيه لايه لحصل ضرب عددين واخد العدد اللي انا محتاجه فين في المشتقة تعالوا نكمل برضو نحل تمرين تاني على الايه اللي حصل دالة والسنون فيه مشتقة تعالوا معا هنا ستة سين تلاتة سين تربية ناقص تسعة قص خمسة بالنسبة لسين طب انت بتعمل ايه قال لك اشوف الاول فين الدالة طب دي مش محتاجة يا استاذ لان دي اللي عليها القص خلاص يبقى لازم تكون دي المشتقة ابحث اذا كانت المشتقة صريحة يعني ايه صريحة يا استاذ يعني مش محتاجة تدخل مني طيب تعالوا اشتق تلاتة سين تربيع كده تلاتة سين تربيع يبقى انا عندي اتنين في تلاتة بكام بستة وانقص من القص واحد يبقى ستة سين موجود هنا اه يبقى دي مسألتي ايه صريحة جدا طيب اللي صريحة جدا دي اعمل فيها ايه با اقول له المشتقة احذفها مش محتاجها والدالة ما تتغيرش اللي جوه خالص واجل القص ازود عليه واحد الخمسة بقت ستة وقسم عليه خلي بالك اللي هنا زي اللي هنا زائد مين ثابت التكامل هل في عندي عدد هنا عشان اخبصته مع الستة لا ما لقيتش يبقى في الحالة دي اقول له ايه المسألة كده ايه انتهت جميل اول انا كده عندي التلات انواع وركزت معاك على لما يكون في عندي جزر هعدلك مرة تانية لما يكون في عندي جزر ماشي بس حد واحد سين قص خمسة الجزر الرابع ولو كان عندي في المقام هو نفسه ولما يكون عندي حد في المقام تعال نشوف تلات مسألة كل مسألة من دول محتاجة مني تدخل يعني يه تدخل يا استاذ قبل ما كامل نزل علامة التكامل الجمعية حول ده القص يبقى سين طب انت بتحوله ازاي يا استاذ قالك دليل الجزر ده في المقام دايما وهنا كان القص هنا يبقى زي ما هو هو في البسط طيب بالنسبة لسين طب اصبحت ايه اطبق عليها القاعدة او القانون او النظرية اللي عندي ازود على القص واحد يبقى سين قص كام لما ازود واحد هنا على تطلق طريقة جميلة اوي نزل المقام زي ما هو واجمع البسط على المقام يبقى كام تسعة وهنا تسعة على اربعة تم تخلي بقى المقام 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 بسط طلع على اربعة فوق زي اتثابت ينفع يا أستاذ كده اقول له ينفع تاني انت حولت ايه الجز الى قص طب بتحولوا ازاي بيبقى دليل الجز في المقام والقص هو زي ما هو في البسط طيب انت بقت المسألة عادية هتكملها هتزود على القص واحد وتقسم عليه يبقى خمسة على اربعة زي اد واحد طب بتعمل ايه المقام ما يتغيرش واجمع البسط على المقام خمسة على اربعة تسعة طب بتقسم برضو على تسعة على اربعة طب ما انا كنت اقيل لك ان مقام المقام يطلع بسط يبقى انا عملتها مباشرة وطلعت ايه الاربعة فين في البسط تعال نشوف التانية برضو كده هحول هعمل على عمل رطين يبقى سين قص خمسة على اربعة ده لسين تطلعها لي فوق بقى يبقى سين قص سالب خمسة على اربعة ده لسين يبقى انت حولت من الجزر الى قص ثم طلعت المقام طلعته فوق في البسط وغيرت الاشارة تعال بقى كامل يبقى هقول له سين زود على دي واحد اه هنا بقى الموضوع اختلف ولا اختلف ولا حاجة اطرح في الحالة دي هتطرح ما انت لما ازود واحد بالموجب يعني اربعة على اربعة يبقى هتطرح يبقى سالب واحد على اربعة وهتقسم عليه يبقى سالب واحد وهنا كام اربعة زائد مين زائد ثابت التكامل شوفوا تغيرت ازاي كانت دي في البسط ودي اصبحت فين في المقام طيب واحد على سين قص سبعة نفس الكلام اللي عملنا هنا يبقى هيطلع عندي فين فوق هيبقى سين قص سالب سبعة بالنسبة لمن بالنسبة لسين طيب انت هتعمل ايه هتزود عليه واحد هتزود عليه واحد يعني هيبقى سين قص كام قوعة تغلط وتقول لي تمانية لا ده انت في السالب بتطرح في السالب بتعمل ايه بتطرح يعني هتزود على سالب سبعة دي واحد هيبقى سالب ستة وهنا سالب ستة زائد مين ثابت ايه التكامل يبقى خلي بالك لما يكون عندي العدد بالسالب القص بتاعي لما اجي ازود عليه يبقى بنترح ليه لان عندك سالب سبعة زائد مجب واحد يعني سالب ستة طبعا في الحالة دي انت خدنا كذا طريقة للحال تعالى نشوف مسألة تاني برضو هجيبها لك بقى وعايزك انت وانا بكتبها تقول لي دي مباشر يعني النظرية الحالة الاولى ولا النظرية اتنين قوس السنون ولا دل السنون في مشتقطة يعني انا عايز اكتب مسألة دي وقت اول ما اكتبها انت معايا وانت بتشوف الحلقة تقول لي يا استاذ دي هتبقى الحلقة ايه رقم كذا تمام كده ماشي تعالى نشوف تكامل اه خمستاشر وهنا تلاتة سين ناقص سبعة قوس اربعة بالنسبة لسين واحد يقول لي بقى واحد يقول لي يا استاذ اول ما بسيت على دي والاقيتها دل من الدرجة الاولى تمام ومرفع القس يبقى اكيد دي النظرية اتنين اللي هي ايه اللي هي قوس والس نون طب بتعمل ايه اللي بسيطة خالص الخمستاشر ده ثابت ينزل زي ما اقول والقوس ازود على القس واحد يبقى خمسة واسم عليه في مشتقط معامل ايه سين مشتقط ما بيدخل القوس اللي هو معامل سين معامل سين كام تلاتة طيب ده بتغير لا تلاتة سين ناقص سبعة زائد مين ثابت المسألة جايبها لك يعني بيسهل عليك وبيقولك ان تلاتة في خمسة بكام بخمستاشر وفوق في البسط كام خمستاشر يبقى انت تعمل ايه علامة هتطرح كده تقسم كده بعد ما دربت طلح خمستاشر وخمستاشر يبقى المسألة بتاعتي تلاتة سين ناقص سبعة قس خمسة زائد مين ثابت التكامل طيب تعالى نشوف مسألة تاني انا كده عرفت ان دي كانت ايه من الحالة ايه او النظرية رقم اتنين طب تعالى بقى اقولك سين قس خمسة ناقص اتنين على سين قس ثلاثة زائد الجزر الخامس لسين قس ثلاثة بالنسبة لسين تقولي دي مباشر يا استاذ بس المباشر هنا محتاج مني في الحد التاني والتالت محتاج مني ايه ان انا اتعامل معاه يعني اتعامل معاه ازاي قال لي اللي في المقام ده ارفعه فوق وغير القس وغير ايه القس طب والجزر احوله القس بس وتبقى كده مباشر يعني النظرية الاولى اللي هي بفكرك تاني بتكامل بتعمل ايه بتزود على القس واحد وتقسم ايه عليه تعال نشوف يبقى هقوله يساوي طب قبل ما تبدأ التكامل لازم تعمل للحد التاني والتالت تمام يبقى انا هقوله سين قس خمسة ناقص اتنين سين قس سالب تلاتة زائد سين قس تلاتة على خمسة بالنسبة لسين تعال بقى نشوف كده يبقى انا عندي هنا سين قس ستة على ستة ناقص اتنين سين لما بتزود على السالب بيبقى ناقص بنطرح يعني يبقى سالب اتنين على سالب اتنين زائد سين هتزود على التاتة على خمسة انا عقلت لك قاعدة يبقى تمانية على خمسة وهنا تمانية على خمسة زائد مين ثابت اخر حاجة عندي هكتبها ايه برتبها شوية يبقى ستس سين قس ستة دي تروح معادي ودي تروح معادي بقى موجب سين قس سالب اتنين والمقام المقام بسط يبقى خمسة 8 على 5 على 8 زائد فبالتمام كده يا شباب قدرنا نحن نخلص التكامل وحلينا تمرين ما شاء الله على التكامل منها من كتاب المدرسة ومنها من الوزارة إلى هنا تنتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته